السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفي هذا الفيديو سأقوم بتقديم دورة البرمجة بلغة Python ستكون هذه الأول في الدورة إذن هنا لدينا محتوى الدورة على هذا الشكل لائحة بكل مواضيع التي سنتطرق لها في هذه الدورة الشاملة لتعلم البرمجة بواسطة Python هنا لدينا introduction ثم basic syntax control flow كما تشاهدون لدينا سأقوم باعتماد هذه القسم الجرافيكية لتوضيح الفكرة واليجعل الشرح أكثر سهولة كذلك لدينا هنا data structures لسا نقوم بالتعرف على functions ثم كذلك سنتعرف على object oriented programming لدينا file handling exception handling لدينا modules and packages كما تشاهدون كما تشاهدون ف سنقوم بالتعرف على كيفية أعمال impact للمكتبات الخارجية string manipulation باستخدام مكتبات regular expressions سيكون لدينا كذلك تعامل مع working with data and time debugging and testing سنتعرف كذلك على introduction to external libraries كما ذا كنا هنا سيكون لدينا introduction to web development with jungle full stack web development سنقوم بشرح كيفية عمل الويب وكذلك كافية الاشتغال بمكتبات jungle وهي من بين أفضل وأقوال مكتبات في تصميم مواقع بسهولة مواقع كامل أو جاهزة أو تطبيقات web كما تشاهدون هنا كذلك لدينا سنتقل إلى مرحلة التعامل مع قواعد البيانات سنقوم بشرح كيفية العمل قاعدة البيانات وإدماجها مع python كذلك سيكون لدينا تعرف على introduction to GUI programming with kinter هذي مكتبة خاصة ب python تأتيمه متبتة مع python يمكنك بإنشاء تطبيقات ديسكتوب رائعة كما يشاهدون في هذا النموذج ثم سنقوم بعمل مشروعين بكل من كفانال بروجيكت ويمكنكم أنتم يعني المطلوب منكم أن تقوموا بإنشاء هذه المشاريع الخاصة بكم وفي النهاية هذا كل ما سيكون في الدورة وهذه دورة دسمة ومليئة بالمواضيع الشيقة ونتبهي لكم حظ موفق إذن القناة تم تغيير اسمها وبالتالي الآن في السابق كنت لا أركز كثيرا على الفيديوهات التقنية الآن سأركز عليها وسأبقى كذلك في موضوع الفيديوهات الخاصة بالسفر والهجرة وغير ذلك لكن سأركز أكثر على الفيديوهات التقنية لكي أعطيه في هذا المجال إذن هذه هي الدورة هذا هو شعار الشعار الخاص بلغة البرمجة بايثون أولا علينا أن أعرف ما هي إذن تم إنشاؤها من طرف أحد المبرمجين الهولنديين في سنة 1991 تم إطلاقها اسمه بيدو فان روسوم أه سميت لغة البرمجة بايثون سميت لغة البرمجة بايثون ليشبثني لهذا المسلسل الذي كان يشاهده الذي قام بصناعة وبإنشاء هذه لغة البرمجية وأطلق عليها بايثون هي لغة سكريبتين يعني خصيصا تشتغل على على شكل سكريبتات أه يعني كما تشاهدون هنا يتم استخدامها من عديد من الشركات القبرى في مجاة تقنية مثل جوجل ياهو يوتيوب وعديد من إصدارات لينكس أنظمة لينكس منشي اللغة هو هو مبرمج هولندي الدفع الذي كان السبب في إنشاء هذه اللغة هو أن أنه كان يعني يريد إنشاء لغة برمجية سهلة الاستخدام وسهلة التعامل معها مع أي شخص وكذلك من أجل يعني لأنه في السابق كانت هناك مثلا نغات البرمجة مثل السي والسي بلاس بلاس كانت الأكثر استخداما لكن كانت تأخذ وقت طويل لكي تكتب فقط سكريبت أو برنامج صغير بواسطتها لذلك قام بإنشاء هذا لغة البرمجة بايثون لكي يحل هذا المشكل ولكي تكون كذلك سريعة الاستخدام وأكثر قابلية لتفهم الكود يعني اللغة المستخدمية الإنجليزية طريقة التحميل أولا سنشرحها على الويندوز وما لديها الماك ويس أو لينكس فالأمر يعني في لينكس تأتي غالبا جميع الإصدارات لينكس متبتة عليها وكذلك في الموقس بالتالي فقط بكتابة أمر بايثون في الترمينال الخاص بالماك أو لينكس سيمكنك التعامل مع بايثون أما في الويندوز سنتبدأ إلى هذا الرابط في الفيديو القادم سنقوم بالتحميل وكتابة الأول برنامج لنا لأن هناك نوعان من لغة البرمجة هناك الـ كما تشاهد في الـ في لغة البرمجة مثل بايثون تقوم بإستخدام برامج آخر يعمل في الخفاء يسمى الـ إذن مرة وخلال نوضح في اللغة المخصرة يتم تنفيذ الشفرة سطرا بالسطر ويتم تنفيذ كل سطر إلى الشفرة أهلية في وقت تشغيل حمثلا هنا لدينا وفي اللغة المتنجرة وفي اللغة المتنجرة هنا يقوم بإستخدام برنامج كاملة يقوم بتنفيذ ثم يبدأ بإستخدام إذن مميزات بايثون مميزات لغة البرمجة أول شيء هو يعني تقوم بإدارة ذاكرة الحاسوب بطريقة أوتوماتيكية يعني لا يفرض عليك أن تقوم بإدارة هذا الذاكرة بشكل يدوي ثم إكسبرسي بيتي أند سينتاكس ذات إز انجليش يعني اللغة المستخدمة كذلك في الأوامر وكل طريقة التعامل مع اللغة وكتبة البرمج بها هي لغة انجليزية تمكنك كذلك السهولة في البرمجة هنا الأشياء السلبية في بايثون هي أنه تقريبا التعامل 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 يعني التعامل 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 تأخذ وقت أطول في معالجة البرمج مقارنة مع المترجمة يعني هنا لدينا مشكل في البرامج الخارجية التي تستخدمها بالتالي هناك فقط من يطور برنامج ويقوم بعرضه وأنت تستخدمه ربما ستجد هناك أخطاء كثيرة في البرنامج ستجد أن هناك يعني عدم يمكن أن تصل إلى مشاكل لا تجد حلول بالتالي كما يسمى هنا لدينا بايثون 2 و بايثون 3 الإصدارات وحاليا نستخدم بايثون 3 بالتالي إن قمت بتحميل البيثون ستجد أنك تستخدم بايثون 3 سنتحدث في الفيديو القادم عن طريقة تدبيت البيثون وكذلك سنقوم بكتابة البرنامج الأول وفي فيديو الأخر سنتحدث عن المتغيرات والدوال وتلك المواضع القادمة شكرا لكم على المشاهدة أتمنى أن تعجبكم والدورة وعملوا لايك واشتراك وتابعوا الفيديو القادم